الصحة واللياقة البدنية المحاضرة الرابعة الغذاء والصحة القواعد الصحية للغذاء المتوازن الصحي القواعد الصحية للغذاء المتوازن الصحي هناك قواعد عديدة لالتزامكم بنمط حياة صحي ومن هذه القواعد واحد، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، إنه لا يحب المسرفين اثنان، الاكثار من تناول الخضروات وتنوعها حيث أنها المصدر الرئيس للفيتامينات ثلاثة، التركيز على الفاكهة تعد من الأطعمة الغنية بفيتامين D أربعة، تناول البروتين باعتدال خمسة، تناول السمك لأنه مصدر طبيعي للبروتينات والفيتامينات ألف وهاء ستة، الاهتمام بتناول الحبوب غير منزوعة القشرة لوجود الألياف سبعة، تناول الدهون يحتاج الجسم إلى الدهون وهو عنصر من عناصر الغذاء الصحي وهناك نوعان من الدهون الدهون الضارة للجسم، الدهون المشبعة هي التي تحتوي على ذرات من الكربون تكون مرتبطة مع ذرات الهيدروجين وتكون مضرة للجسم الدهون غير المشبعة هي التي ترتبط فيها ذرات الكربون مع الهيدروجين وتكون أقل احتواء على سعرات حرارية وأقل للطاقة وتخفض نسبة الكوليسترول في الدم ثمانية، التقليل من تناول الأطعمة التي تحتوي على الملح تسعة، المحافظة على تناول الوجبات المعدة في المنزل عشرة، عدم الوصول إلى مرحلة الجوع الشديد لأن ذلك يؤدي إلى التهام كميات كبيرة أحد عشر، الرياضة هي القاعدة الأساسية للهرم الغذائي فلابد من الجمع بين الغذاء والنشاط البدني ومن ذلك القيام ببعض النشاطات الرياضية كالمشي بعد وجبة العشاء اثنى عشر، تجنب التهام الطعام بشراها والوصول إلى مرحلة التخمة وتذكر تعليم ديننا الحنيف ثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس ثلاثة عشر، تناول الماء بكميات كافية والتقليل من شرب الماء أثناء الطعام أربعة عشر، الحفاظ على الطعام بطريقة آمنة موسيقى